استقبل الرئيس عبدالفتح السيسي الفريق أول توت جولواكا مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الفريق أول توت جولواكا سلم السيد الرئيس عبدالفتح السيسي رسالة من رئيس سلفكار حول سبل تعزيز العلاقات السنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرمية لتسوية الأسماء حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي الفريق أول توت جولواكا مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرة العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الفريق أول توت جولواكا سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سلفكار حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرمية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائما لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر